ملاحظتين وبعدين بدنا نكمل انه في عندي 2 سيناريوز واحدة الراوندنج واحدة تشوكينج اوكي بالتالي حكيناها مش راح عيدهم في المحاضرة هال الراوندنج عبارة عن اللي هو بشوف الفيرس ديجيتو بي دي سكاردد اول واحد بنقصة اذا كان less than 5 بالظل زي ما هي اخر ديجيتو موجودة بالابروكسيميشن واذا كانت الديجيتو اول واحدة بنقصة greater than or equal to 5 بنضيف على اخر ديجيتو موجودة بنضيف 1 اوكي هاي الراوندنج والتشوكينج لا بنقص بدون اي اللي هي تحديدات وهاي في عندنا اوان ملاحظتين حكيناهم انه الراوندنج بعطينا better accuracy less round of errors as compared to التشوكينج والملاحظة الثانية انه انا شاما اذا كان عندي مجموعة من الكالكوليشنز عشرة عشرين اي كالكوليشنز وبدى اطبق عليها الراوندنج أو التشوكينج using certain significant figures بالتالي الراوندنج و التشوكينج لازم انطبقها وهي ملاحظة مهمة جدا اوكي بعد كل mathematical impression after each mathematical impression مش بحسب الجواب النهائي وبعمل له راوندنج او تشوكينج لا بعد كل عملية حسابية بدك تطبق راوندنج او تشوكينج حسب number of digits اللي بتستخدمها حتى تنهي اوكي نشامة اللي هي الماثماتيكال بروسيس وخلنشوف الاكزامبل بين يدينا في عنا هون هذولا حاصل الماثماتيكال هاي الكالكوليشنز وبعدنا نسوي راوندنج و تشوكينج باستخدام 3 significant figures و 4 significant figures وهون معطينا الاكزاكت طبعا الاكزاكت باليو انفنيت بس هون احنا مستخدمينها بناءا يعني اللي هي مش انفنيت بكا باليو انفنيت انتمزه بس هون احنا معطيناها بناءا على 15 digits اوكي 15 ديجت طلعت ال exact value اللي هي بنعتبرها هاي الفاليو وبالتالي المطلوب مننا انه نحسبها ونحسب ال absolute وال relative errors بلا ال approximation اللي راح يطلع معنا اوكي بالتالي انش انا ركزوا معايا هون انا في عندي 2 over 9 هاي اول ال mathematical operation لو اي حدا معاك ويطبق 2 over 9 بعدين بحسب العملية الثانية اللي هي 9 over 7 ولا تنسوا في الparanthesis لها اولويات بالتالي اول عملية حسابية 2 over 9 عملية حسابية الثانية 9 over 7 والثالفة اللي حاصل ضربين هسا بعد كل ما نساوي اي عملية حسابية من الثلاث هذول لازم اطبق ال rounding او chopping باستخدام 3 او 4 figures زي ما بدي انا زي ما هو مطلوب مننا بالتالي هاي 2 over 9 بحسبها بناء على ال rounding او chopping اللي هي 3 4 significant figures بعدين بحسب ال 9 over 7 وبعدين ال answer اللي هي حاصل ضرب هذا الرقم بهذا الرقم طقي نشامة وبعدين بعمل له rounding بالتالي I have 3 او chopping I have 3 mathematical operation بعد كل mathematical operation لازم اطبق ال rounding او chopping بالتالي هذا ال approximation هذا ال answer اللي هو approximation وبالتالي بعد ما احسب ال approximation عندي exact انا معطيه هون اللي هو هاي عندي exact وعندي approximation بطلع منها absolute error واخر ايشي بطلع اللي هي relative error بالتالي هون نشامة باللاحظ انه على خلنا نشوف relative error اكثر ايشي بهمنا relative error شو علاقته مع number of significant figures هل كل ما زاد يعني الاربعة احسن من حالة الثلاثة ولا لا هاي الاربعة وهي الثلاثة الاربعة اقل وبرضه في هل الاربعة اقل من حالة الثلاثة برضو اقل بالتالي as the number of significant figures increase شو بصير بالaccuracy شو راكي نشامة as the number of significant figures increase شو بصير بالaccuracy معاي شباب اه دكتور دكتور بزيد 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 بتحسن و بقل الراون وهذا كل مكان هاي قاعدتين بس بداحكي قاعدتين هذول لازم عبارة عن تكون عرفين مليار بالمية اوكي as the number of significant figures increase the round of errors decrease and the accuracy is improved اوكي هاي اول حالة الحالة الثانية اذا بقارن بين الراوندين والشوبينج باستخدام نفس الديجتس يعني فور هون مع فور هون وثري هون مع ثري هون بالتالي لازم اثبت انا كل المتغيرات ما عاد يظل عندي واحد اوكي هو اللي بتغير بالتالي لاحظ الثري الراوندينج مع الثري توبينج مين الاحسن الراوندينج الثري الفور سوري راوندينج مع الفور توبينج مين الاحسن برضو الراوندينج بالتالي هنا شاما الراوندينج بروفايد better approximation than better accuracy than اللي هي التوبينج وخلنا برضو نشوف اكزامبل ثانية حتى نطلع من خطيتكو عندنا هون بدنا نستخدم ثري وفور 4 significant digits الراوندينج التي تحدثت في هذا process في عندي اول calculation 14 over 13 calculation الثاني اللي هي cosine 5 cosine 5 لحالها بحسبها شنو هاي mathematical operation بعدين كل cosine 5 over 5 هاي third operation واخر operation اللي هي حاصل جمع الثنين اللي هي هاي مع هاي هاي الفورث operation بالتالي we have here four operations نشامة اوكي نشامة لازم اللي هي نطبقهن وبعد كل operation من ال operations هذول لازم نطبق اللي هي المطلوب منها اللي هي ثري وفور significant figures rounding أو chipping بعد كل operation مش عالجواب النهائي مش اللي يجي نشبها إذا عالجواب النهائي بطلع عندي هذا اللي هي مفترضة exact بطلع حكي تخبيس بالتالي هنشامة هون لاحظ هاي 14 over 13 هاي مفترضين هال exact تبعتها والcosine 5 هاي مفترضين هال exact بالتالي لازم اطبق على حالتين هذول rounding أو chipping أوكي rounding أو chipping باستخدام number of digits اللي هنه هون موجودات عندي بالتابل وبالتالي 14 over 13 هاي exact value باجي بطبق عليها اللي هي rounding أو chipping 4 أو 3 significant figures بطلع معا وبعدين الcosine 5 هاي exact value اللي هي 17 digits وبعدين برضو بطبق عليها rounding أو chipping باستخدام 3 أو 4 digits وبعدين باجي باستخدم الcosine 5 هاي over 5 بتطلع عندي اللي هي الكالكوليشن الثالثة وآخر اشي الانصر يا نشاما شو الانصر؟ الانصر اللي هي كلها اللي هي هاي كلياتها الانصر اللي هي هاي كلياتها هاي في هاي في هاي أو جمع نصر الانصر وبالتالي وبعد كل بنصل بالنهاية هون أوكي نشاما بنانا على chipping و rounding 3 أو 4 وبنحسب absolute error بنانا على exact value اللي احنا ايها معطاها عنا أوكي وبعدين بنحسب relative error أوكي نشاما وفي عندنا ملاحظة الملاحظة انه انا هون في عندي trigonometric function اللي هي cosine هذا يا نشاما اي trigonometric equation أو function لازم نحسبها بنانا على radians مش بنانا على degrees دير بالك بالامتحان اذا كنت حاط الكالكوليتر تبعتك على اللي هي degrees توكل هوا لازم دائما الكالكوليتر تبعتك تكون على radians وليس degrees اذا كنت حاطه على degrees كل حسب تغلط وبالتالي هذا السؤال بتأخذ عليه لو جاه زيه أوكي بتأخذ عليه zero واضحين نشاما أوكي نشاما مثال ثاني بس عشان يعني تكون الفكرة واصلتكم أوكي نشاما لو كان عندي أي أرقام مثلا يجينا قلنا 1.2 3 4 5 5 plus 6.1 على 9.67 plus اللي هي أرقام 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 نشاما بدنا نسوي لها حسبتنا بناء على أو المثماتيكا بناء على مثلا three significant figures أرقام أرقام اللي أنا أنا أعطيك هو من ممنوع تستخدموا زي ما هو ممنوع تستخدموا زي ما هو شو لازم تسوي له لازم تحوله لثري significant figures بناء أو chopping بالتالي هذا لازم تحوله لثري significant figures ما بيصير تأخده زي ما هو شنو أنت تفترض الكالكوليتر تبعتك هي عبارة عن limited ما بتأخد غير ثلاثة بالتالي هاي اول operation لازم تسويها انه هذا number of digits باي نمبر معطي لك اكبر من required لازم تعمله rounding او chopping بناء على الفورمولة المطلوبة منك اوكي طيب في عندي مثلا هذا برضو هذا اربعة وانا المطلوب مني ثلاثة برضو لازم احوله الى ثلاثة بناء على rounding او chopping شو المطلوب منك طيب هان سينا شامع معناته اول mathematical operation لو جينا بنعد الماثماتيكال operations اللي لازم اسويهم اول واحد اللي هي هاي ان اعملها truncation chopping او rounding على three digits والثانية اللي هي هاي برضو اعملها rounding او chopping بناء على ثري اوكي بعدين بدك تسمي هاي الثالثة كليات الexponential لهاي بيصير الثالثة هاي l-impression الثالثة بعدين هذول كون انضمن نفس number of significant figures ما عندنا مشكلة بنسوي هاي الحسبة تطلع الرابعة اوكي وبعدين يا نشامع ركزوا معاي يوم سوينا الحركة هاي صفة عندي a plus b plus c اللي هو هذا كلياته يعادل c وهذا عبارة عن b وهذا عبارة عن بعد الـ reduction a بالتالي ركز معاي في خطأ بيقع منكو بيقع معظمكو فيه انه هون في عندي plus وهون plus بييجي اي واحد منكو بضروبهم ضربة واحدة غلط بعد كل mathematical operation حتى لو كانت similar لازم تعمل ترنكة اللي هي rounding out shopping with limited number of digits اللي بيتمطلوب منك يعني بمعنى آخر لازم تساوي a plus b مثلا على سبيل المثال وهاي بتطلع الـ operation اياتها الخامسة وبعدين الـ result تبعت هاي مع بتضيفلها c بتطلع هاي الـ operation السادسة وضحطين اشامع ما بصيرش انك تيجي تضربها ضربة واحدة وتقول عبارة عن انا عندي بتضيفة على الكالكوليتر انه هاي operation وهاي operation حتى لو كانت نفس الـ operation ما بصيرت تجمعها هين مع بعض بالتالي واحد الفكر هاي اي سؤال ممنوع ممنوع اي نشامع انه عبارة عن تأخذ اي similar mathematical operations جامع ولا قسمة ولا اي شي اذا كان اعدادهم اكثر من واحد ممنوع تأخذهن مع بعض وتقول هاي الانصر لازم تعمل اي سؤال يا شباب اي سؤال على mathematical operations شكل عام بالتالي هون ممنوع نشامع انك تجي تعطين الفاين الانصر ضرب واحده بدك ورا كل mathematical operation اتطبق اتطبق الراون او اتطبق او اتطبق او اتطبق حتى لو تساوت الماثميتيك الوبرائشن زائد بلس ماينوس اي ملتبليكيشن لو كانت عبارة عن ملتبلاي ملتبلاي تجي بتغرب او بتقسمها او اذا تساوت اكثر من the same mathematical operation بتقسمها وما عبارة عن تجي بتضربهم ضربة واحدة كل mathematical operations that they are similar تجي بتعطيني الفاين الانصر واضح اي اش اما اي سؤال طيب هس نش اما بلنا نروح لموضوع اللي هو عساس نأخذ احنا في المحاضرة الماضية نش اما اخذنا عن two types of numerical errors two types of numerical errors هاي حكينا numerical errors تصنف الى تصنيف اين في عندي round of errors وغطيناها هيك وفي عندي النوع الثاني truncation errors والtruncation شو عرفناها انه نعمل approximation to exact mathematical procedures او operations ضربنا مثال عليها اللي هي infinite series باستخدام finite number of times بالتالي وين بدنا نصادف هاي infinite series هاي بنصادف هاي النش معلس بالمثال وليس الحصر وين بنصادف هاي اللي هي التالور والمكلور series بالتالي خلنا نشوف شو تعريف series expansion series expansion هو عبر عن representation of certain function as a sum of powers وين as one of its variables اللي هو لو قلنا هو x أو sum of powers of another function f of x هاي عبارة عن تعريف series expansion وبالتالي عبارة عن المهم إنه في عندي sum of powers لاحظ بالحالتين هون في عندي sum of powers دائما مجموعة من الpowers قاعد بجمع مجموعة من الpowers وهاي sum of powers بتروح على infinity طيب هزي نجامة بناء أنا على كيف قاعد بجمع وحوالي أي operating point بتروح معي تيلور سيريز expansion والمكلورين سيريز expansion تيلور سيريز هي عبارة عن series expansion الهي sum of powers for certain function around a point x is equal to a طيب خلنا نشوف شو تيلور سيريز expansion هاي عنا one dimensional تيلور سيريز expansion of certain function f of x about a certain operating point اللي هي x is equal to a هايها بالتالي إذا بنشوف هاي هي التيلور سيريز expansion بالتالي إذا كان عندي أي function f of x بقدر عمله approximation باستخدام sum of powers حيث إنه هذا الapproximation يكون around an operating point a لاحظ كل الحسبات اللي عندي around an operating point a بالتالي أوكي بالتالي أنا هون قاعد بحسب اللي هي function f of x قاعد بقربه باستخدام إيش باستخدام function values اللي هي f with function derivatives first derivative second derivative third derivative وهذا بظل الحكي it will go to infinity number of terms هون it will go to infinity ما في عندي limitation أوكي بالتالي أنا قاعد عندي في function وبدعم evaluation للfunction value عند x بس مش باستخدام ال x باستخدام ال function values أوكي نشاء ما وين عند another operating point اللي هي a وبالتالي ال function values عند a بالإضافة لل derivative values عند برضو ال a اللي هي من ال function value first derivative second derivative third derivative لحد infinite derivative أوكي نشاء ما وبأخذ مع derivatives اللي هي الفرق بين النقطة اللي بدي أحسب عندها اللي هي x مع ال operating point اللي أنا حددت اللي هي a وبالتالي هذا ال one dimensional taylor series أوكي وهي ال equation إذا بدأ عبر عنها بال summation notation هاي f of x تطلع عندي f of x is equal to the summation لاحظ هون عندي summation أهم شي في summation هاي إنه وين مرايح مسند على infinity لا في عندنا ايش اول اشي derivative value أوكي نشاما عند ال operating point a وهون عندي n factorial وهون في عندي الفرق بين x اللي بتحسب عندها أوكي واندر point اللي هي a اللي بتكون معطاة عندي وبالتالي نشاما هاي هي taylor series وبالتالي أهم شي بال taylor series هاي عبارة عن إيش إنه summation it's it goes to infinity وبالتالي هاي أنا لو بدي آجي أحسب هاي taylor series هالعرض الواقع بقدر أطبقها ما بقدر أطبق عشان هذا نروح لل infinity we cannot apply بالتالي لازم نأخذ limited number of terms لازم نأخذ limited number of terms بالتالي هذول وجود إن أنا أخذ limited number of terms بدل infinite number of terms هذا هو اللي بيطلع عندي من وراه الترانكيشن error هذا اللي بيسبب لي اللي هيش الترانكيشن error واضح أي سؤال لغاية الآن أي سؤال لغاية الآن يا شباب بالتالي إحنا حكينا في عندي round of errors وفي عندي الترانكيشن الround of errors عندي يا أما irrational number أنه هو number في infinite number of digits أو number في large number of digits وبدأ أمثل بالحالتين النمبر هذا باستخدام limited number of digits بالتالي هون بدي أعمل ترانكيشن لسيرتن number of digits أو قص certain digits بالتالي بعطينا الround of errors كون بتعامل بنumbers بينما في الترانكيشن error ما بتعمل بنumbers بتعمل بoperations اللي هي زي السيريز وهذه السيريز راحة للإنفينيتي وبالتالي إنفينيتي I cannot apply and have summation of infinite terms بدي أخذ limited number of terms finite number of terms بالتالي يوم أخذ finite as an approximation for infinite number of terms بطلع عندي الترانكيشن error وهو النوع الثاني من أي سؤال يا نشامة أي سؤال يا شباب طيب هس نشامة حتى نطبق التالي series expansion في عندي two conditions في عندي نشامة two conditions حتى نطبق التالي series expansion أول شي إنه الـ function الأصلي f of x لازم يكون continuous و infinitely differentiable يعني قابل الاشتقاق infinite number of times و نكون continuous والشغلة الثانية إنه function تبعي معرف عند النقطة a معرف عند النقطة a هاي الشروط النقطة الـ function الـ function الأصلي اللي بد أتطبق عليه Tyler series اللي هي هون لازم يحقق ها إنه function يكون continuous وقابل الاشتقاق infinite number of times in theory وإنه function يكون معرف اللي هي هايها الـ a طيب في عندي ثلاث ملاحظات أول ملاحظة بقول لك لو كان عندي kolonomial the function الأصلي لو كان عندي function الأصلي هذا kolonomial وهذا الـ function الأصلي kolonomial of nth order يعني second order third order fourth order عسب المثال وجيت سويت له الـ approximation بناء على nth order taylor series expansion بالتالي هون عندي function اللي بد أعمله approximation kolonomial of certain order لو قلنا nth order ممكن تكون second third fourth fifth زي ما بدك الـ function الأصلي kolonomial وجيت إن أعملت له taylor series expansion والnumber of times اللي فيه أو الـ order تبع polynomial أوكي نشاء مكان nth order بقولك إذا بالساوي nth order taylor series expansion لا nth order original function polynomial taylor series بقولك بيعطيك exact answer هاي والملاحظة الملاحظة الثانية إذا جينا عملنا approximation to other functions like sine cosine exponential مش polynomial الحالة هاي الـ exact result بنحصل عليها إذا رحنا باتجاه الـ infinite number of times يعني الـ n infinity أوكي وهذا الحكي غير قابل للتطبيق بالتالي إذا أخذ finite number of times مش رح حصل على exact وبالتالي هون نشاء ما بطلع عندي truncation error وكل ما أضيف additional term على summation كل ما أضيف term يعني كنت ما أخذ اللي هي مثلا two terms أجي ضفت term جديد three terms بالتالي مع كل إضافة لكل term نحصل على improvement في approximation زي بالround of errors كل ما أزيد number of digits بصير في عندي better accuracy هون ما بحكيش عن digits نحكي عن terms كل ما بضيف أنا مجموعة من terms كل ما بصير approximation تبعي بصير better approximation أو improvement in the approximation طيب هس هس نشام Taylor series expansion عادة نحن نستخدمها يوم يكون عندي few number of terms وعادة تعطيني good approximation ل true value ها أول نوع خلنشوف النوع الثاني اللي هو maclore series maclore series يعبر عن حالة خاصة من Taylor series expansion التي يوم يوم تكون operating point التي أنا شغال عندها هي A ليس أي value لازم تكون zero A لازم تكون zero بالتالي بصير رحكي عن مين بصير رحكي عن Taylor series سر maclore series expansion بالتالي الماكل lor series حالة خاصة من Taylor series ومتى تكون يوم تكون الpoint التي أحسب عندها الحسبة هي A A تبعتي يوم تكون zero وبالتالي ما علينا غير نعيد كتابة Taylor series هاي هاي في normal case وفي summation notation ولاحظ الفرق بين هاي والحالة قبل شوي هون عندي generally A في Taylor series وهون A طار شو صار محلها صار محلها zero وبرضه هاي كل A كان كل أظه محل zero قبل شوي بالتالي series كان كل يات A هاي A هون جينا مساكنا A وحطينا محلها zero وصار عندي الماكل series as special case بالتالي هون هنا نشام في عندنا بالtable 1.1 مجموعة من Taylor series expansions ل common functions بالتالي هون في عندي function وبعدين Taylor series وال Taylor summation notation بالتالي لو كان عندي function الأصلي هاي one over one minus x هذا Taylor series approximation تبعه ولازم دائما مجرد ما قلنا Taylor series دائما لازم تكون في operating point a وهاي بال summation notation لو كان عندي exponential function أصلي هذا Taylor series expansion تبعه لو كان عندي lin هذا Taylor series expansion وهذا في summation notation ولو كان عندي lin one over x وهل ما نجرب التالي هاي cosine هاي sine هاي tan أوكي نشاما بالتالي هون هذول most common functions وبعدين Taylor series approximation تبعه بالتالي نشاما في Taylor series ما حكينا بكون approximation around and operating point a لازم يكون دائما في عندي a كل approximation هذول في عندي a أوكي نشاما بينما إذا رحنا للم maclurin series approximation إذا رحنا على maclurin series approximation إن نشاما بس نفس functions بس إيش بس a طارت صار محلها صفر a طارت صار محلها صفر وبالتالي maclurin series هي تسهيل عن Taylor series approximation وبالتالي هاي functions عنا أوكي مجموعة من functions اللي هي similar أوكي باستخدام اللي هي maclurin series approximation أي سؤال ينشاما أي سؤال ينشاما أي سؤال طيب هسه بعد ما قدمنا لكو أو شرحنا لكو Taylor والmaclurin series اللي هي theoretical it's infinite series معناتو بنرجع بنحكي عن truncation errors بالتالي truncation errors هي عبر عن approximation to exact mathematical procedures أو operations أو نعمل truncation لل infinite series واحد من حكيناهن اللي هن maclurin أو taylor two two series with finite number of terms بالتالي هذا كله اللي حكيناهن إني أجي أطبقه وأحسبه عرض الواقع باستخدام infinite number of terms هذا الحكي ما بقدر هاي infinite number of terms هون ما بقدر عرض الواقع لابد ما أعملها truncation وأخذ finite number of terms مجرد ما أخذنا finite number of terms as an approximation لل infinite number of terms معناته طلع عندي مين طلع عندي truncation errors طلع عندي نشان مايش طلع عندي truncation errors وبالتالي truncation errors تطلع يوم وكون عندي infinite series وهاي ما بقدر أطبقها ولا أحسبها أوكي نشان ما بالتالي لابد ما أخذ محلها approximation اللي هي أحولها من infinite series ل finite number of terms وبطلع معاي هذا الحكي اللي هي من Tyler series والMaclaren series expansion وبالتالي بالحالتين هدول infinite power series ما بقدر أطبقها cannot be applied بالتالي number of terms اللي عندي رح يصير and reduced to what to finite number of terms بالreality وبالتالي هون نشان ما هاي ملاحظة مهمة so we noted that as the number of terms included in the approximation increase شو بصير بالترنكيشن error reduced هاي قاعدة golden rule هاي قاعدة مهمة جدا زي ما حكينا القاعدة القبل شوي لل round of errors as the number of significant figures increase في الapproximation around of errors بتقل وهون as the number of terms included in the approximation increases بدل ما أخذ three terms أخذ ten terms مثلا شو بصير بالترنكيشن error الترنكيشن error بقل واضح نشام اي سؤال لغاية الان نشام اي سؤال يا شباب اللي عنده يستفسار يسأل يا نشام العرب كل واضح طيب خلنو أخذ example يا نشام عنا هون الماكلورن سيريز approximation لا exponential function بقول لك هاي الماكلورن سيريز expansion اللي هو من table هاي هذا هو هذول مش مطلوب منك تحفظ ولا approximation ايه بدأ جيب لك في الامتحال بجيب لك ال approximation هذا احنا هون ما بدناش عبارة عن قدراتك البصمية نعززها كله هذا اذا بدأ جيب لك اي واحد من هذول لا تبصم لا الماكلورن ولا تايلور سيريز approximation انا بهمني how to use how to apply not to memorize formula لا عدا منكم يحفظ لي formula اللي هاي تايلور سيريز ولا الماكلورن سيريز لسيرتن function sine sine cosine اي function من هالتابل هذول لا ما عدا يحفظ اي من السيريز الموجودات في التابل هذا كله بيجيك اذا بدأ يجيب لك اي شيء عنهم بيكون قدامك بالتالي هاي الماكلورن سيريز ولا ننسى ليش ماكلورن مش انه ما فيها اي ما فيها اي كل الاس فيها عبارة عن زيروز وشو المطلوب منين اشان ابقولك find the approximation of the ماكلورن سيريز using different number of terms وهنا ابقولك near the point x is equal to 1 يعني محل x هاي بنتحط بالleft hand side 1 وبرضو بالright hand side 1 وهون بقولك using seven significant figures باستخدام سبعة digits اوكي وهون انا شامع بقولك استخدم هاي اللي هي لا تنسى انه احنا الoperating point اللي عنا x is equal to 1 بالتالي the exact value او left hand side تبعتي شو بصير بصير e to the power 1 وe to the power 1 تطلع e وبقولك هاي the exact value اجميلت لك هاي هاي the exact value احنا معطيك اياها هاي هي عبارة عن assume انه the exact value هاي e which is equal to 2.78 718 8282 using 7 significant figures هاي هاي 4 6 وهاي السابق الدسمال point شو رايكو فيها significant figures شو رايكو نشامس الدسمال point significant figure فتوني لا دكتور لا ايوا دير بالك واحد يعد لي اياحك انها في المحاضرة الماضية بالتالي هاي هاي انا اعطيه قيل لك هاي على 7 significant digits او figures او واللي كل حسبتنا بدأت تكون بناء على 7 significant digits او figures او بالتالي هاي التابل تبعنا او نشام وهون التابل تبعنا الappropriوزميشن تبعنا مبين من 3 terms ل5 terms اللي هو هذا هاي النمبر of terms ما اخذها مرة 3 ومرة 4 ومرة 5 طيب يوم اخذ 3 terms بالسيريز هاي السيريز 3 terms يعني لحد هون بوقف ولا لا ينشام شو رايكم على 3 terms يوم قلنا 3 terms من السيريز وين انا وقفت بس عملت inclusion لحد هون هذول الثلاثة طب 4 terms صار هذول 5 terms بد يكون البعدي بد يكون اللي هو البعدي هون اللي هو البعدي اوكي بناء الجنر الفورميلا اللي مرت معنا وين في table بناء على الجنر الفورميلا اللي مرت معنا في table اليوم نحكي عن 5 term بدك ترجع ال table اللي هي exponential لا تنسوا ان exponential هاي اوكي نشاما بد يطلع الفيث term هذا اوكي نشاما بالتالي احنا هون قاعدين بناخر اوكي نشاما اوكي نشاما هاي نحطينا لغاية الفيث term بالتالي هذا this is the first term second term لحد هون three terms لحد هون four terms لحد هون و five terms لحد هون بالتالي بدنا نحسبن باستخدام x is equal to one واي حسبة تبعتنا بدنا نطبق عليها seven significant figures بالتالي هاي عندنا هون three four و five terms هاي طلعت عندي values ال approximation بنانا على seven significant digits لاحظ كل يات فيهن seven كل ال values فيهن seven وهاي ال error absolute هون ال error relative طيب منين طلعنا اللي هي absolute error و relative error ما انا معطيك اياها انه هون بقول لك هاي هاي true value بالتالي مجرد ما قلنا اي شي عن true لازم يكون true is given is provided وبالتالي يجينا حسبنا ومبين عندي اذا بتتفرج هون اذا بتتفرج هون كل ما زاد number of terms يعني three four five شو بصير بال relative error هل قاعد بيقل يب بقل اه معطالي هون نشامحنا هاي قواعد اساسية انه كل ما كان number of terms included اللي بقول يا هلا يا هلا في الظيوف زيد 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 كمان terms كل ما كان number of terms اكبر كل ما كان ايش كل ما كان better approximation او مور لس او سوري لس اللي هي ترانكيشن ايرو طيب نشوف المثال البعدي عندي fourth order polynomial هاي هاي وفقول لك استخدم للتالر series expansion فاذا تستخدمها عند x z equal to one وباستخدام operating point a z equal to zero هسا مجرد ما قلنا a to zero معناته انا فعليا ما استخدمتش التالر series استخدمت مين شو رايكو نشامح مجرد ما حطيت ال a بزيرو بطلت تصير عندي تايلر صارت تصير عندي ماكلورين صارت تصير عندي ماكلورين لا تنسى قبل شوية انا قلنا شو الفرق بين التالر series والماكلورين series الماكلورين عند ما في operating point هاي عند zero وبالتالي حكينا قبل شوية ماكلورين حالة خاصة اللي هي عند x او a z equal to zero وبالتالي يا شباب هون عندنا نشامة طلع عندنا سهيرة اللي هي التيرمز قايل لك zero order لل fourth order شو علاقة بين order وال terms هاي البرونومي القدامك دكتور بطلعوا خمسة terms ايوة شو العلاقة يعني يعطيني relationship بين order وال terms لحظ order اللي هي derivative او الpower تبعة ال x بالتالي هون second order هون على derivative او second order على power هون third order على derivative او third order على power بالتالي شو العلاقة بين order وبين terms هل order يعني terms اكبر من order بواحد ايوة هون انا شامع يوم احكي zero order معناته high يوم احكي first order يعني number of terms اثنين يوم احكي third او second order معنا number of terms ثلاثة لشانو هون في عندي constant هذا zero order صح وبالتالي هنا شامع حتى اوصل fourth order معناته how many terms انا عندي خمسة خمسة واضح هنا شامع بالتالي ركز معاي مرة بيجيك السؤال in terms of number of terms ومرة بيجيك in terms of number اللي هي order بالتالي في فرق بين هن واحد وبالتالي هاي يجينا بلشنا zero order approximation اللي هو هون بس هذا اللي هذا بتعوضه بطلع معك point six وهي the et truncation error بعدين بنمشي first order بحسب first derivative هاي two terms اوكي ويوم يجينا بنحسب first derivative وبنعوضها وبعدين بطلع معاي first order approximation اللي هو هاي وبعدين بنحسب له اللي هي the et طلع معاي هاي error وبعدين بنروح لل second order معناته عندي three terms هاي بنيجي بنحسب second derivative وبنعوض كل terms وبطلع معاي بالنهاية هاي truncation error واخر اشي اذا ما شئنا فيه بنصل لل fourth order approximation اللي هو هاي fourth order يعني how many terms five terms وبالتالي ركز معاي بالنقطة هاي هون احنا عنا fourth order approximation شو اللي طلع معاي هاي البولونومي اللي طلعت معاي طب تعالوا وقارنوا هاي نشامة هل هي نفس البولونومي اللي بلشنا فيها لاحظ ركز معاي هاي البولونومي اللي بلشنا فيها لو جينا عملنا لها كوبة عشان تشوف الوضع قدام عيونك هيا كوبة وجينا حطيناها هون قارن لبين هل هن نفس 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 ايوة طيب احنا شو حكينا رول في بداية قبل ما ناخذ الاكزامبل هذا وين حكينا في رول بدا رجعله عشان بس نخيط لكم الأمور نفس نفس آه هيا قلنا لك إذا كان في عندي أنث أوردر تايلور سيريز إكسبانشن والفنكشن الأصلي كان أنث أوردر بولونوميا شو قلنا لك؟ قلنا لك بذلك الحالة بيكون عندي التايلور سيريز إكسبانشن وفي أنث أوردر راح تعطيني الإكزاكت بولونوميا بضحك هاي قاعدة هاي يجتك بالفاينل ولا بالميد بدك تكون عارفها بالتالي إذا كان عندك أصلا أنث أوردر بولونوميا يعني الفنكشن الأصلي أنث أوردر بولونوميا وبيجي تقول لك طلع لي الأنث أوردر تايلور سيريز إكسبانشن لازم يطلع معك الإكزاكت بولونوميا الأنث أوردر تايلور سيريز إكسبانشن وإذا كان مش بولونوميا الفنكشن الأصلي مش بولونوميا ساين كو ساين بل حالة هاي ما راح نحصل على الإكزاكت إلا غير يوم نستخدم إنفينت نمبر هاي وهي أنا أعيد لك يا هون فورث أوردر أبروكسيميشن بيزالس إن إكزاكلي ذا سيم بولونوميا ذات وي ستارتد وث طيب أنا فيرضان إنجلوجين لو جينا ضفنا ففث أوردر سيكست أوردر على هذا المثال هل راح تحسن لي في الأكوريسي لا ليش عشان إنه راح يطلع معي ففث أوردر أو سيكست أوردر أو غيره وعند الفنكشن الأصلي فورث أوردر شو راح تكون الدريباتيب إذا كان عندي فورث أوردر المثال هذا وأنا ضفت ففث سيكست تيرم أو سيكست تيرم راح يكون فيه الدريباتيب الدريباتيب الفيفث أوردر دريباتيب لفورث أوردر بولونوميا شو بتطلع زيرو زيرو بالتالي لو واحد منكو ظل مهور وقاعد بيضيف مش راح يستفيد شيء وبالتالي هاي نشامة القاعدة بقول لك this fact is applied only to polynomials وآخر إيش هي نشامة عبارة عن إيش وبقول لك as the number of terms included in the approximation increases the truncation error is reduced والapproximation بصور في إيش وهاي عبارة عن نشامة الفقر اللي ببين لإيش اللي ببين لكل حالي من حالات اللي هي الأوردر تبع الترمز اللي عندي مع مين اللي هي كيف الفنكشن ولاحظ هون يوم صرنا وصلنا إلى N4 يعني الأوردر أربعة لاحظ هاي عبارة عن fourth order هاي جاي فوق true فوق true polynomial وبالتالي بنحصل على exact وهيك بكون خلصت المحاضرة وأي سؤال يا نشامة أي سؤال يا نشامة العرب موسيقى